أمور كلنا طلبين منها الهدف هو الأسمى هو الوصول بمنتخبنا إلى كأس العالم 2026 مش طلبين كتر من كده ده أعتقد بيكت التاريخ وبيسطر تاريخ هتبقى المرة الأولى 34 المرة التانية 90 بإيطاليا المرة التالتة 2018 بروسيا إن شاء الله تبقى 2026 مع إضافة منتخبات كبيرة إلى قائمة المشاركة إن شاء الله في التصفيات نتمنى نتمنى إن شاء الله كل التوفيق لمنتخبنا الوطني أنا عايزي أقول لكم أن حازم إمام قاعد في الكورسي اللي قدامي في المقصورة مش عايزي أقول لكم نازل يلعب يقول له يا زوم نازل أعمال يقول له يمين ويقول له شمال يعني فيه تفاعل غير عادي إيهاب الكومي الحاجة عبد الحسين الدكتورة ديني الرفاعي خالد درندالي لا لا يعني كل الناس بصراحة اللي هو مشهور كل الناس تحس إنها كالناسة تنزل تلعب وتساند المنتخب بعد المباراة مع الوزير الدكتور أشرف صبحي نزل مع مجلس الإدارة لللاعبين وبرضو لفتة من لفتات دايما الدكتور أشرف في المقام الأول والأخير كان لعب و لعب كاراتين في نادي زمالك وعارف يعني إيه رياضة ورجل بروفيسير في كورية التربية الرياضية وعارف يعني وجوده ودعمه في لحظات معينة أعتقد بيبقى لها مفعول السحر كمان هيبقى فيه طائرة خاصة دايما منتخبنا برضو عايزين برضو نسكوا الشركة الوطنية بس تران على أنها دايما متواجدة مع منتخباتنا متواجدة مع فرقنا المشاركة في البطلات الأفريقية وده حاجة برضو من الحاجات المتميزة اللي احنا بنسعب ونشرق بها إن شاء الله المباراة المباراة صعبة صعبة وهطرح طبعا التساؤل ده على ضيفي النهاردة الكابتن الكبير كابتن أحمد أحمد أبو مسلم نجم مصر ومنتخبنا الوطني لأن في غنيا بساو هتبقى الظروف وممكن تبقى وقت المباراة والحر والرطوبة أمور كبيرة جدا العامل الجغرافية بيبقى لا يتأثير فيها وإحنا دايما عندنا نهاردة وانبارح تقريبا درجة حركة 42 ولا 43 احنا مش طيقين نفسنا طب ايه بقى حر وقعد في التكيف مش هدى اتش ادى تمشي في الشارع لكن ازاي بقى وانت بتلعب في سين دي او تحت ضغط وفي عوامل جغرافية مخالفة تماما اللي انت عايش فيه نتمنى ان شاء الله عندنا فريق مقاتل عندنا يعني يعني مقاتلين في الملعب عندنا كابتل حسن حسن طبعته انه هو رجل اللي عنده الاتفجان عالي عالي عنده القوة عنده السرعة عنده الحافز وتمنى ان شاء الله ان احنا نقدر المباراة اللي جاية دي على فكرة يا جماعة هي عنق الزجاجة بالمباراة اللي جاية دي بنتجة ايجابية المنتخب الوطني نقول ان شاء الله ان شاء الله رب خلاص حطينا خطوة مهمة خلاص يعني كده رجل تاني اهو اول خطوة في كأس العالم عشرين ستا عشرين لان هتبقى بالنسبة لنا حاجة مهمة وحاجة مشرفة ان انت دايما بتتواجد في اهم محفل في على مستوى العالم البطولة رقم واحد